استفادوا من هذه الآلة الكريمة أن من صفة النفس من حيث هي أنها أمارة بالسوء هذه صفتها وينبغي أن يعرف المرء نفسه بهذه الصفة أن فيه نفساً أمارة بالسوء ينبغي أن يعرف ذلك حتى يحسن التعامل مع هذه النفس ليخرج بها من صفتها أنها نفس أمارة بالسوء إلى نفس مطمئنة والوصول إلى ذلك يحتاج إلى عمرين أشار إليهما الشيخ رحمه الله تعالى الأول كثرة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى ومن أعظم الدعاء الدعاء الذي ذكر اللهم أهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت ومن أعظم الدعاء في هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم اللهم آتي نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وغير ذلك من الأدعية فيكثر من الدعاء لأن قوله سبحانه وتعالى إلا ما رحم ربي فيه تنبيه على اللجوء إلى الله بالدعاء وأن الأمر بيد الله وبمنه ورحمته جل في علاه الأمر الثاني المجاهدة للنفس المجاهدة للنفس ومقاومة أمرها بالسوء بأطرها على الحق ومقاومة أمرها بالسوء بأطرها على الحق وأجزامها به والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمعا وحسنين فلا يكون المرء مطيعا لها فيما تأمره به من سوء وشر وفحشاء ومنكر بل يقاوم ذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فإذا دعته إلى سوء ذكرها بلقاء الله وخوفها بعقابه وخوفها بالنار وزجرها ولم يطعها فيما تدعوه إليه من شر وفساد الحاصل أن من فوائد هذه الآية أن العبد ينبغي أن يعلم أن هذه صفة لنفسه أنها أمارة بالسوء وأن عليها أن يتخلص من أمرها له بالسوء بأن يترقى بنفسه حتى تكون نفس مطمئنة نفسا منقادة نفسا مطيعة نفسا مخبتة مقبلة على الله سبحانه وتعالى وهذا يحتاج إلى المجاهدة لها وكثرة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بأن يصلحها يصلحها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر